أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 149 شخصا بتسمم غذائي بسبب تنول الوجبات في أحد المطاعم مضيفة أنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أنها قامت بتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات ورفع درجة الاستعداد حيث استقبل مستشفى مبارك 132 حالة واستقبل مستشفى الأمير 17 حالة وأضاف البيان أنه تم علاج جميع الحالات وسمح لهم بالخروج من المستشفى بعد التحسن حالتهم عدا بعض الحالات التي استدعى دخولها للجناع وطمأنت الوزارة بأن حالتهم مستقرة ولا تستدعي للقلق